بسم الله الرحمن الرحيم شادو كوبي احوار شادو كوبي اعتبروه كده نوع صغير من انواع الباكوب 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 يعني ايه باخد كوبي من الداتا اضعها في مكان بحيث ان اقدر الوزر لو بقتك ربط اقدر ان ارجع الداتا دي شادو كوبي هو نوع من انواع الباكوب بسيط سيمبل بيتيح للوزر ذات نفسه ان هو يعمل رستور للداتا بتاعتي يعني دلوقتي لو انا كنت عاملة باكب عادي لبرتشن او لاي داتا وقعت الادمن هو اللي لازم يدخل ويعمل رستور للداتا لكن الشادو كوبي بيسمح لليولتر ذات نفسه اللي يعمل رستور للداتا تمام سي مثلا عندي البرتشن اف ده لو جيت ادخل جواه عندي مثلا هنا فولدر اسمه داتا ايما لس من الملفات دي كده وهكتب بواية بايتا تمام علشان اعمل دلوقتي شادو كوبي على مستوى البرتشن هاجي اتليكي مين وقوله مستوى البرتشن هاقوله ايه دخلني على المنظر ده او كليكي مين بروبرتشن ولاقي هنا اوشن اسمه شادو كوبي يا اما اجيبها من هنا يا اما اجيبها من هنا نفس الشكل ولا لا تمام مع الوضع في الاعتبار بحاجة ان الشادو كوبي لازم يكون على بارتشن انت اف اس برميشن انت اف اس بارتشن او رزالي انت فايل ساستم ما ينفعش على فات تمام؟ حاجة كمان لازم يكون بتعمل على الوبرتشن سيرفور ما ينفعش على كلايند يعني انا لو جيت دلوقتي على مستوى الاماكنة بتاعتي الويندوز 8 على البرتشن بتاعي كده مفيش هنا مفيش هنا مفيش هنا مفيش هنا مفيش هنا حاجة اسمه شادو كوبي تمام؟ مفيش هنا شادو كوبي تمام؟ تاني يا محمد ركز شادو كوبي ده نوع من انواع الباك اوب تمام؟ بيتيح لليوزر ذات نفسه انهو يعمل الريستور للديده ماشي؟ فانا دلوقتي عازم شادو كوبي لمين؟ للأس كل اللي فيه ان انا هيجي اقوله شادو كوبي تمام؟ بيقولي شادو كوبي ماشي يا عم انا اكارت شادو بوينت كريت اللي هنا شادو بوينت هوا بالتاريخ بتاعه لان انا ممكن اكارت اكتر من شادو بوينت ولما ااجي اعمل الريستور بوناعا على التاريخ اللي انا عايزه التعديل اللي انا عايزه تمام كده؟ وممكن ادلت الشادو بوينت ده ممكن اقوله كريت دلوقتي طيب ممكن ادسقيبل مش ممكن اي يو صرف اي داتا مواجهة 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 لا انت لما بتعمل شادو كوبي بيبقى على مستوى البرتشان كاكول مش على مستوى فولدرات جوا يعني بمعنى بص كده اسلام لو انا دخلت دلوقتي على مستوى الفولدر داتا مفيش حاجه اسمها ايه مفيش حاجه اسمها شادو كوبي مفيش حاجه اسمها شادو كوبي تمام؟ بس الفكرة بقى دلوقتي ان اليوزر ذات نفسه من حق ان هو يرستور الديتا ازاي؟ هافضرت دلوقتي ان اليوزر دخل على الملف اللي انا لسه عمليه وبيعدل فيه 1 2 3 فايل سيف كمام؟ وبعد ما افل اوبا ده انا عملت تعديلات ما كانش المفروض ان انا عدلها وانا نرسي الحاجات اللي انا حطيتها انا عايزة النسخة القديمة يا قدمي نعمللي رستور طب وليه وجع القلب؟ وهو اليوزر ذات نفسه زي ما اتفقنا ممكن يعمل رستور للداتا بتاعته ازاي؟ تلكي مين على الملف ذات نفسه؟ او على مستوى او على مستوى او على مستوى لو هو مالهوش برميشن خلص؟ نعم تمام؟ اللي هي الانتي اف اس برميشن زي يعني لو فولدر مش قادر يدخل جواه اساسا هيعمل له رستور ازاي؟ تمام؟ فهاجي على مستوى الملف او على مستوى الفولدر فيه هنا اوبشن اسمه ايه؟ رستور بريفيس برجانس فقاللي في عنديك شادو بوينت هيا دي اللي انا كنت كريتها بره ما كانتش هتصار لو انا ما كنتش كريت شادو بوينت اوبن ولا كوبي ولا رستور اوبن الاول اشوف ان اللي جواه مش هو ده الملف بتاعي الاصلي صح؟ لو انا قلتله هنا رستور هيركحولي في نفس المكان هنا لو انا قلتله كوبي لا ده انا ممكن انقله في مكان تاني يعني ممكن اعمله رستور في مكان تاني طب بص كده لو قلتله هنا رستور رستور يعان اوكي اخدت بالكم اول ملحوظة كده ان الشادو بوينت اختفت ما خلاص عملتنا رستور ولو جيت هنا على الملف مش انا كنت احطتش واحد اثنين ثلاثة صح؟ لا ده معنى كده الليه Birster акصل ان الاشت�� زي ما قلت لكم كان ممكن اعمل الكلام ده على مستوى ال Taiwan او ممكن اي Leader الفولدر و ممكن على السبيل المسال برضو على مستوى ال zweiten partition تمام لو جئت هنا بروبرتست شادو كوبي البوينت عندي اهم ايضا ما لا اختفت جوا ليه على مستوى الفايل تختفي انما على مستوى البرتشان كاكل لا ليه لان لما اخدت شادو بوينت اخدت شادو بوينت من البرتشان كاكل تمام بمعنى لو انا جئت الوقت هنا على مستوى الملفة دي كلها شفت ديليت اوبا الداتة بتاعتي طارد و شفت ديليت اعملي ممكن اقوله ممكن ادخل تحت شادو كوبي تمام مشيه دي البوينت بتاعتي ممكن اعمل لها هنا ايه ريفرت ممكن اعمل لها ايه شباب ريفرت تمام اخدتوا بالكم ان شادو بوينت خلاص اختفت ليه مانا خلاص ركعتها عمدت لها ريفرت لو جئت ادخل هنا مشيه دي كل الملفات اللي كانت قد لانا كنت طايرتها تمام بس مع الوضع في اعتبار بحاجة بلاشت فارمات الفارمات هنطاير الداتة ليه؟ تعالوا نبص كده على البروبرتس تاني بتاع الشادو بوينت ده او الشادو كوبي لو جئت على الشادو كوبي انا عاملة شادو كوبي المين؟ للاف لو دخلت على settings اختاروا اولا الاف ده اللي انا باخد منه شادو هحط المقدات دي فين؟ على السي ولا على الاف انا ست بتاع الديفولت الديفولت اللي هي مين؟ على الاف وبالتاني هو دلوقتي الديتة لسه موجودة على الاف برضو بس تعتبر هيدن تمام؟ فلو فرمدت اصلا البرتشن كله هيديع حتى الشادو بوينت ذات نفسه هيديع مش هقدر عامله ريستور هقدر عامله ريستور امتى؟ لو انا كنت حطي الشادو بوينت بتاعتي في مكان تاني تمام كده؟ بيقول لي بس معلومات كده عن البرتشن الجتاية والمساحات الفاضية طب انت عايزة تختي منه مساحة ده الشادو بوينت ده هياخد مساحة من البرتشن اللي هو عليه طالما انا حددت من الديتة بتاعتي هتتحط عليه نولومت ولا احددت له سبس معين او لمت معين تمام؟ لقد دلوقتي حددت اميني في حاجة؟ ده انا ممكن كمان اعمله سكاجول سكاجول يعني ايه؟ يعني كل فترة مثلا انا حددتها يتاخد شادو بوينت يتاخد ايه؟ والراجل محترم اصلا اما اعمل لك اثنين تيمبلت ممكن تشتغل عليهم واحد بيقول لك من الساعة 7 ام افري موندي تيوز دي وينس دي لغاية فراي دي يعني معنى كده ان هي ديله الورد ديز تمام؟ وفي سكاجول تاني بيقول لي افري موندي تيوز دي مش عارفة ايه؟ الساعة 12 بي ام اشتغل علي انت عايزه من دول ممكن تدخل علي واحد من دول او اللي تحتيه وتأدد فيه التاريخ زي ما انت عايز لو مش عاجبه دا ولا ده ممكن تدلتهم وممكن تعمل نيو وتعمل اسكاديول واحد وتسميه الاسم اللي انت عايزه تمام؟ فلو عايزه اشتغل علي واحد من دول تحدد الايام اللي انت عايزه اسكاديول زي ما انت عايزه وكلامته هتكرر كل اديه افري وان ويك في الايام دي الساعة كام حد تهميني كده في حاجه شباب؟ ده بالنسبة للسكاديول تمام؟ تعال اكد لكم بس كده الداتة بتاعتي جوا هي لو انا فرمط فورميت قبل ما فرمط بس هكاريت شادو بوينت كاريت طبعا ممكن اكاريت كده واحده صح؟ او زي ما اتفعنا انا اعمل اسكاديول هو يزبط لي اوقات معينة يعني الشادو بوينت بتاعتي لو جيت بقى هنا على مستوى الفولدر ده ودلقوا فرمطه كلكي مين فورميت روبرتز شادو كوبي اوبا اختفى رغم ان انا ما عملتش ليه؟ عشان فرمط ملشوا ليه فين جي؟ ده ده معنى انه هو انما فيه الشادو بوينت اختفت لاني فرمط الشادو بوينت يا خلت كانت اختفت لما انا عملتلها انا المراتي ما عملتش ورغم كده اختفت ليه؟ لاني تاني تحت بيجي فولد وبيرني على نفس البرتشن لو انا كنت حدثة على البرتشن تاني ما كانش هتغتيفي ساعاتها لو انا فرمطت الف حد تاهميني كده بحاجة؟ يبقى تاني الشادو كوبي ده بصفة عامة ده معنى ايه؟ ان انا بتيح لليوزر ان هو يعمل الريستور للداتا بتاعته تمام؟ في اي مشكلة في التوبيك ده؟ افصله لكم في فيديو الواحده هون اشتركوا في القناة